اشتركوا في القناة الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني العربي من جهته أكد معالي الدكتور محمد بن علي كومان اعتزازه بلقاء معالي وزير الداخلية وما أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي حضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون القانونية ومدير إدارة التعاون الأمني في سياق متصل كرم معالي وزير الداخلية ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الفائزين من مملكة البحرين بجائزة الأمير نايف للأمن العربي ففي فرع الدراسات الأمنية تم تكريم كل من رامي وحيد منصور والذي فاز بالمركز الأول عام 2016 عن دراسة بعنوان الإرهاب الثالث ووحيد منصور الذي فاز بالمركز الأول عام 2017 عن دراسة بعنوان نحو التأصيل العلمي لرؤية استراتيجية موحدة لمكافحة الجريمة السبرانية في مجتمع دول مجلس التعاون والدكتور أحمد مبارك سالم الذي فاز بالمركز الثالث مناصفة عام 2019 عن دراسة بعنوان الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأشخاص في العالم العربي رؤية استراتيجية لتعزيز التوازن بين المحور الحقوقي والإنساني والمحور الأمني والسيادي وفي فرع الإبداع الإعلامي تم تكريم فاطمة علي ناس التي فازت بالمركز الثاني عام 2018 عن بحث بعنوان توعية ضد المخدرات وفي فرع البرامج الأمنية الرائدة فاز برنامج مكافحة العنف والإدمان معا بالمركز الثاني عام 2019 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر